نراحل دايماً أنه في عدد من نساء بعيني من ظهور خطوط حول منطقة الفام وهيدا الأمر بأثر سلباً عليهم بخاصة أنه بيظهروا كأنهم بوجههم حزين كمال هيك حابينا اليوم من صلة الدوء مع دكتور ياسين حتى نشوف شو السبب الأساسي لظهور هيدا الخطوط بخاصة أنه بعض الأحيان بتكون المرأة من المتقدمة بالعمر السموكرز لاينز والماريونت لاينز هني مشاكل بعانوا منها كتير من الأشخاص وبينزعجوا منهم خصوصاً بعد عمر الأربعين السموكرز لاينز هني عبارة عن التجعيد الرفيعة اللي بيخلقوا بمنطقة الشفة العليا واللي هني بيكونوا كتير موجودين عند الأشخاص اللي بيدخنوا بس مش بس عند هول الأشخاص لأنه كمان العمر بيخلينا نفقت كالجين إلاسن بيصيروا يظهروا أكتر وأكتر هول التجعيد الرفيعة كمان مع العمر بنصير بنخسر فات بيصير عنا فات ديسبليسمنت يعني الفات بيصير بينتقل على المنطقة الصفلة من الفك عشان هيك بيصير عنا تعجيت بهيد المنطقة اللي نسميهم ماريونات لانز أو بلي دامرتوم لهني خطوط الحزن واللي هني سببهن أنه صار الفات عنا عم يضغط على هيد المنطقة عم بيصير عنا تجعيد أكتر وأكتر بهيد المنطقة فمن هون بتطعج هيد المنطقة بتفوت لجوه وحتى بيصير عنا خطوط كتير رافيعة بهيد المنطقة وطبعا سألنا لدكتور ياسين عن سبل العلاج فبرأيكم شو هي؟ الكمبينيشن أوف تريتمنت هو أساس لعلاج هيد المنطقة لأنه هيد المنطقة هي دايناميك شو يعني منطقة دايناميك؟ يعني بس تنحنا نحرك شفافنا أو حتى نحرك تمنا عم بتكون هيد المنطقة عم تتحرك أكتر وأكتر وفي حال حطينا فلر الفلر لحاله منه كافي ليحسننا مية بالمية من هيد التجعيد من هون بدنا ندمج عدة تقنيات لنحصل على أفضل ريزر لا مشكلة السموكرز لايز أو التجعيد اللي اكتير رافيعة اللي بتظهر بمنطقة الشفة العليا أكيد نتواجه على سكن بوسترز كما بدنا ندمج مع المايكرو نيدلينج والفراكشن الليزر حتى اللي نكون عم نحمي الجلدي عم نحمي الدرمس وعم نحفزه لأنه يفترز كولاجين إلاسين أكتر ونعمل فردي سورفسينج لهيد المنطقة أما إذا كنا بدنا نحسن من منطقة الماريونت لايز هيد المنطقة فينا نكون عم نحط لها فيلرز بس كمان بدنا نفكر كيف نقدر نشد الوجه بالتقنيات الغير جراحية بإنا نتواجه على تقنيات الأل ترابي اللي بتشتغل على العضلة اللي تحت الجلدي للأشخاص اللي ما دون يتواجه على جراحة حتى اللي يكونوا عم بيعملوا ليفتنج لهيد المنطقة من دون سورجري كمان ما بدنا ننسى للأشخاص اللي عندن كمان ترهل شوى بالجلدي كمان لفراكشن الليزر بروسيدجرز بتساعدن أن يحسنوا من لاكسيتي بالجلدي أو الترهل بالجلدي وبختم حديث دموع لدكتور ياسين حاب يصلت الدوء على المرأة اللي بتعاني من مشكلة عن منطقة الضقن فبرأيكم شو هي هالمشكلة؟ بمنطقة الدقن ومع العمر بتزيد عنا الكونتراكشن بالمصل وخصوصة بمنطقة المنتالس مصل اللي هي هيدا العضلة اللي ممكن أن تكون عم بتشد أكتر وأكتر مع العمر وتترك لنا مثل ديمبلز بتشن من هون كمية قليلة من البوتاقس بهيدا المنطقة قادرة أن تحسن من الكونتورينج لللور فيس وأن تخفف من الكونتراكشن لعضلة التشن كمان ما بدنا ننسى الأشخاص اللي عندن ترهل بمنطقة الدابل تشن أكيد فيه نكون عم يجدو الجلدي بتقنيات الليفتنج بروسيدجر متل ما ذكرنا عن الترابي كمان ما بدنا ننسى الفراكشن الليزر ونتكون عم ندوي بهيدا المنطقة في حال كان عنا شحم ودهن بهيدا المنطقة